تداعية سلبية كبيرة على الاقتصاد الإسرائيلي بسبب العدوان المستمر على قطاع غزة وتسبب العدوان على غزة في رفع إسرائيل لفقاتها إلى مستويات قياسية بلغت 54 مليار دولار مما يستغرق وقتا طويلا لإعادة تنظيم الاقتصاد الإسرائيلي يضيق الخناق يوما بعد يوم على الاقتصاد الإسرائيلي الذي تأثر بشكل كبير من تداعيات التصعيد على قطاع غزة وتتشبث سلطة الاحتلال الإسرائيلي بأي قشة قد تنقذ بيانتها الاقتصادية وقد تأثرت أنشطة الاستثمارات والأسواق المالية مع زيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي فنزفت برصة تل أبيب أكثر من 16% من قيمتها السوقية بخسارة تجاوزت 62 مليار دولار كما انخفضت أسهم البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 31% وفقدت الاستثمارات الإسرائيلية في المحافظة المالية الأمريكية أكثر من 14% من قيمتها فيما تكبدت الأسهم الدولية المرتبطة بإسرائيل والمقيمة بأصول تبلغ 43 مليار دولار إلى خسائر زادت على 14% من قيمتها في الأسواق العالمية والبرصات الأجنبية وصناديق الاستثمار الأمريكية والأوروبية أما الشركات الإسرائيلية المدرجة في البورصات الأمريكية والتي تتجاوز 100 شركة فقد خسرت أكثر من 15% من قيمتها وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الإسرائيلي يرى الخبراء أن الأزمة لن تكون عابرة وإنما طويلة الأمد بعد أن أدى التصعيد العسكري في غزة إلى رفع النفقات إلى مستويات قياسية كبدت تل أبيب نحو 200 مليار شيكل أي 54 مليار دولار بحسب الخبراء فإن محاولات معالجة الوضع لن تكون مهمة سهلة بل إنها ستعيد المشهد الاقتصادي في إسرائيل عقدا من الزمان وصل معدل الإنفاق على الأمن كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.6% لكنها ارتفعت الآن إلى حوالي 6% ما يمثل ضررا بنسبة 1.4% للناتج المحلي الإجمالي وعلى المدى القصير لن يكون هناك مفر من زيادة الديون والإيرادات بما في ذلك الزيادات الضريبية وهو ما كان فحو الرسالة التي وجه محافظ البنك المركزي الإسرائيلي لبنيامين نتنياهو وهي رسالة جاءت بعد أيام من تحذير نفس المسؤول من تعرض اقتصاد بلاده لضربة قوية إذا لم يتم تعديل الميزانية وخفض النفقات